أهلاً أحبائنا مشاهدينا يسوع والروح القدس من جبل صهيون من المنطقة اللي امتلأ فيها التلاميذ من الروح القدس وجالوا مبشرين بقوة الروح القدس إلى كل بقاع وسقاع الأرض قال يسوع المسيح للتلاميذ خير لكم أن أنطلق حتى يرسل الروح المعزي وهو الذي قال في نفس المنطقة هنا عند الهيكل في عيد المضال إن عطش أحد فليقبل إليه فإذا حتى نمتلأ من الروح القدس لازم يكون في طاعة لازم يكون في رغبة لازم يكون في عطش وجوع وطلب للروح القدس لأن رسول بطرس قال لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين يأتون عن بعد فعندما تأتي إلى المسيح يسكن الروح القدس حياتك وعندما تريد أن تمتلأ أكثر رب يزيد عطش وجوع روحي حتى تمتلأ أكثر وأكثر لأن الرسول بولوس قال امتلأ من الروح وكلمة امتلأ يعني استمر في هذا الملء حتى نستطيع مواجهة هذا العالم ولكن دعوة المسيح إن عطش أحد فليقبل إليه ودعوة الروح القدس ودعوة الكنيسة الروح والعروس يقولان تعال إن عطش أحد فليقبل وليأخذ ماء حياة مجانا والرب يسوع قال للمرأة السامرية كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه ينبع من داخله أنهار أنهار مياحية بيتكلم عن الروح القدس وأيضا إن عطش أحد فليقبل إليه بيتكلم عن الروح القدس أنا بصلي من كل قلبي لكل المؤمنين اللي بيسمعوني يمكن عم تشعر بنشاف بجفاف بسلوك جسدي بفشل بهزيمة بعار بعدم القوة بالضعف بتشعر إن حياتك ما إلها نفع لا إلها قيمة ولا تأثير ولا فعلية أنا بدعوك الآن إلى التوبة إنك التوبة للرب تقول يا رب أنا عطشان أنا محتاج أن أمتلئ من الروح القدس املأني بالروح القدس وفيض فيها أنهار مياه حية من داخلي حتى أفيض على الآخرين أنا بصلي نعمة وبركة وعطية وموهبة وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم الرب يبارككم وإلى اللقاء موسيقى من جبل الزيتون أورشاليم القدس أنا بدعوك تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر وليه عم بعملها في هذه الأوقات اليوم فيه هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كده فئة مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف الي بينكروا لهوت وهوية يسوع المسيح أنا بدعوك تشاهدوا هذه السلسلة الي رح تكون بركة لحياتكم موسيقى 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 موسيقى